هل نرجع للنقطة دي بس تسمح لي الأول كابتن حشيش نروح عشان نتابع كواليس فريقنا قبل بقى مباراته أمام الداخلية من فندق الإقامة دلوقتي مع مرسلنا العزيز محمد توفيق يا توفيق بونجور صباح الفل عليك صباح خير أنا هوانت هاتي ليكي والكابتن محمد حشيش لكل مشاهدة قناة نقدر ألف كل مكان بص بقى يا توفيق أنا عايزة منك أول حاجة تطمننا عن حالة التقس تطمننا عن طبعا استعدادات الفريح نحن عندنا غيابات طبعا زي ما أنت عارف وزي ما كنت بتتبعنا دينا غيابات وأسماء طبعا يعني لحد ما في مراكز مهمة وأساسية وكنا عايزين برضو نتطمن الوضع إزاي عايزين نعرف برضو التدريب الأخير عايزين نعرف منك برضو سير اليوم النهاردة يعني فيه أي برضو معلومة تفيدنا بيها تفضل يا توفيق أكيد طبعا أود عارفك مهتمة بالأجواء ودرجة الحرارة فمجهز لكل ده أود عاوز أقولك بس في البداية أن نحن عدن فيه منتجع أكثر من رائع هنا في مدينة السويس الباسلة على شاطق قناة السويس مباشرة أعوز أقولك أنه يبعد عن استاد المباراة استاد السويس الجديد يعني الخطوات بمجرد ما تعد الشارع بس ما بين المنتجع والاستاد تكون جهوه استاد بيزني لافة ده حاجة حلوة جدا واختيار أكثر من رائع من إدارة الكورة بالنادي الأهلي طبعا بلئاس الكابتن سيد عبد الحفيز عاوز أقولك أن الجو هنا أكثر من رائع خريفة معتد درجة الحرارة لا تتعدى لعشرين درجة مقوية الشمس يمكن موجودة لكن درجة الحرارة قويسة جدا إن شاء الله تستمر لدرجة الحرارة والأجواء فيما يخص الجو حتى بداية المباراة إن شاء الله فيه تمام الخامسة مساء بشكل أكثر من رائع عشان تساعد فريق النادي الأهلي على أداء مباراة قوية بإذن الله زي ما تكلمت ممكن عندنا غيابات كتير جدا طبعا أبرزها المدير الفني مستر مارسل كولر طبعا بسبب نازلت برد ولكن إن شاء الله هيكون موجود فيه المباراة ويقود الفريق بإذن الله من على دكة البدلاء مساء اليوم بإذن الله كمان علي معلول وحسين الشحات طبعا برضو الإصابة بنازلت برد عام رسولية شد خف الأمامية أليو ديانج شد فيه الخلفية ومحمد عبد المنقم طبعا بسبب إجراء جراحة في الأنف ورام الربيعة بسبب ألام الضلوع وطهر محمد طهر للإقاف للمباراة الثانية على التوالي طبعا الفريق ممكن على طول أول ما راجع من الإمارات المتحدة عقب مباراة الصبر على طول كان فيه تدريب يوم السبب ممكن الحد بس للفريق خد أجازة 24 ساعة يوم لتنين للفريق وواصل تدريباته صباحا وبالأمس السلساء في الثالثة عصر كانت تدريب الأخير لفريق نادي الأهلي استعدادا لملاقات الدخلية اليوم إن شاء الله في الأسبوع الثالث يمكن الجهاز الفني بدأ التدريب بتدريب في الجيم المودة الثلاثين ديها ومن بعد عطول تحول التمرين لأرض ملعب مختار التيتش وبعد التدريبات الفنية والمتخصصة في الفنيات والكرة يمكن كابتن ساحافيس كان حريص قبل بداية التمران على الاجتماع مع اللاعبين والحديث عن الفترة المقبلة بإذن الله بداية المنبرات الداخلية والعودة لمنافسات الدوري المحلي وإن احنا خلاص للفريق من أول يوم على طول يانا هاوند فصل ما بين بطولة السوبر اللي توك بقى للمرة الاثناشر وما بين مشواره في بطولة الدوري اللي إن شاء الله النهاردة تكون خطوة من خطوات كبيرة جدا إن شاء الله لاستعادة اللقب المحبب لجمهاري النادي الأهلي والحصول على اللقب الثالث والاربعين لبطولة الدوري من بعد المران على طول كان إعلان قائمة من 22 لعب سفرت مباشرة اللي هنا لمحافظة السويس ودخلت فيه معسكر مغلق من زولاي لتأمس يمكن النهاردة بقى المعسكر بدء بدري جدا فيه التساع والنصف صباحا كانت واجبة الإفطار وإن شاء الله يعني بعدين على طول تلاحة بقى زي ما تعودنا مع مرس الكولر كده إن بقى فيه في العاشرة والنصف كده في فترة اكتيفيشن أو في فترة زي ما بقول كده فق عضلات وتدريب خفيف في يوم المباراة عشان اللعبين ما يكونوش يعني عخدوا فترة كبيرة جدا من راحة عدل الـ 24 ساعة فدائما زي ما تعودنا مع مستر كولر كده الندام بقى فيه تدريب صباحي خفيف جدا فيه فند الوقامة لا يتعدى الـ 15 ديئة إن شاء الله واجبة الغداء هتكون فيه تمام الواحدة والنصف والمحاضرة هتكون فيه تمام السلسة ومن بعدها على طول تحرك لملعب المباراة زي ما قلتلك يعني تقريبا على طول بالباص مش هتكمل خمس زي المنتجة على طول مقابل للإستاذ طبعا لا يتبقى إلا التوفيق والدعاء من كل جماهية النادي الأهل إن شاء الله للفريب التوفيق النهاردة والحصول على علامة كاملة والنقطة التاسعة بإذن الله من ثلاث مواجهة على التواري كل التوفيق لنادي الأهلي وابقى دائما النادي الأهلي في المقادمة كلمة ليك تفضل إن شاء الله طبعا يا توفيق ده حيدعيه النهاردة يمكن مليونه شوية أهلاوي بإذن الله يعني لكن زي ما احنا اتكلمنا وزي ما انت وضحت لنا كمان احنا عندنا ظروف النهاردة شوية صعبة عشان كده هنرجع نقول كل مباراة بتلعبها بالظروف ما فيش حاجة اسمها مباراة سهلة مباراة صعبة والثلاث نقاط في جيبي كلام ده غير وارد تماما خصوصا أن انت بتلعب برضو فرقة تقيلة فرقة اتعدلت قبل كده في المبارايتين اللي فاتوا عندها دافع كبير جدا إن هي تقدم النهاردة شغل ولعب محترم جدا وفي تنافسية مع النادي الأهلي كابتن ريدا برضو شحاته أكيد عايز ونفسه أنه هو يعني يقدم الجديد مع الداخلية النهاردة فأكيد هتكون مباراة ممتعة نتمنى التوفيق للنادي الأهلي رغم كل الصعوبات اللي بتواجهنا تحديدا في الغيابات أو الإصابات عايزة روح معاك لنقطة أخيرة برضو يا توفيق وتطمننا عن الملعب مفروض طبعا ملعب السويس الجديد ملعب دلوقتي ممتاز جدا وتم تطويره كمان مؤخرا بشكل محترم جدا خلينا نعرف منك برضو أجواء الملعب أكتر وهل حيب في حضور جماهيري أصلا ولا لا أخينا نعرف منك تفضل يعني خلينا نتكلم عن الملعب زي ما اتكلمت ممكن ستاري السويس الجديد ستاد أكثر من رأة تم تطويره أكثر من مرة تم أخيرهم كان خلال استضافة كأس الأمة الأفريقية في مصر هنا منذ ثلاثة عوام عاز أقولك أن فريد داخلية يعني كان اختياره السنادي للملعب النهاردة النادي الأهلي هو وظيف على الداخلية كان اختياره للملعب ممكن لعب أول مباراة أمام التحدي السكندي أول مباركة أمام طلعية الجيش هنا في السويس واللي ستاد ظهر بالشكل الأكثر من رأة عاز أقولك بقى كابتن محمد حاشيش كمان يفيدك في المعلومة دي وأكدها هو ستاد السويس رائع جدا بس دايما فيه مشكلة طول عمر ستاد السويس إن الجيدة بتاعته تقيلة شوية طبعا ده اللعبة بتتغلب عليه برش الملعب يعني قبل المباراة فطبعا لعبة الأهلي متعودة خاصة أنه كان في بعض الفترات المباراة الأفريقية للنادي الأهلي كانت منقولة على ملعب ستاد السويس الجيد اللي هيبقى ملعب المباراة النهاردة فطبعا لعبة النادي الأهلي متعودة وعارفين دايما أن أرضية ملعب ستاد السويس دايما تقيلة شوية فطبعا ده اللعبة بخبراتها ورش الملعب قبل المباراة طبعا بيفرق كتير جدا في التعامل معاه أما بخصوصة للحضور الجماهيري يعني إن شاء الله النهاردة عارفين طبعا مكابتن محمد حيشت أكيد سافر كل المحافظات جمهور السويس كبير جدا منه أهلوية وإن شاء الله هيبقى في عارف كبير جدا في المباراة النهارة طبعا هو المخصص لكل فريق 3000 متفرج إن شاء الله حصة النادي الأهلي كاملة تكون موجودة النهاردة في الملعب وجمهور النادي الأهلي يكون موجود وبيحتفل مع فرقته بإذن الله بالفوز النهاردة وكمان بالفوز ببطولة السوبر فدي تكون إن شاء الله والمباراة بجمهور الأهلي هنا في مصر بإذن الله ويكون حضور أكثر مراء ونستنى إن شاء الله مسندتهم في المباراة وزي ما قلتلك لا يتبقى إلا دعاء الملايين من جمهور النادي الأهلي والتوفيق بإذن الله يكون مع الفريق إن شاء الله أنا هو أنت شكرا توفيق ترجعو لنا منصورين ومنتصرين زي العادة شكرا لك زميلي العزيز وبنتمنى يعني الشفاء أكيد العاجل للعيبتنا المصابة ولعيبتنا اللي عندها غيابات وطبعا لمديرنا الفني مستر كولر أكيد يعني يمكن توقيت صعبة برضو الواحد عارف يقولك يعني ما بنعتردش على العية بس بالأوقات كان حس بشوقته بس طبعا ربنا يشفيهم بإذن الله وكويس إنه هو طمنا إنه هو حيكون موجود حتى حيدير المباراة من دكة البودلاء وجوده أكيد مهم كدا